أبدأ بي عشان جمال النهاردة رجل تعبان ومريد وكترخيله إن هو جيد النهاردة لا لا ولا عادي بتاع كريم أقول لك بعد ما أقوله مقدمة أقول لك أمتيجة شكل أنا كنت عامل كده فأنا بس أنت بوصلي فأطر أبدأ بي كده خلاص عشان أنت بوصلي فكرة أنا فأنا تعيطلع لنا مفضوح جيمي رأيك النهاردة مباراة كبيرة فوز مهم مفتحات موسم أرقام مهمة جدا جدا النهاردة الأهل بيحققها بيكمل الأرقام اللي بتحصل بس المرة الأولى مع مارسي الكولر بتتكلم على الفوز 23 بسلسلة اللهزيمة 23 عدد المبارايات خارج الأرض من الـ 23 11 مباراة باللهزيمة 11 مباراة على التوالي من الـ 23 دول دون أن تتلقى شباك الأهل أي أهداف في الـ 23 مباراة كلهم على بعض كده الأهل دخل فيه 3 أهداف فقط في آخر 23 مباراة وكأن مارسي الكولر بعد الحدث الكبير اللي حصل في مسيرته مع النادي الأهل المباراة سانداونز من سنتين مارس عشرين 23 وكأن هي كانت لانطلاقها بقى في المؤتمر الصحفي قال أنا ما كنتش عارف سر الأدغال وسر أفريقيا في المؤتمر الصحفي ومن يومها هو أعلن الحرب على الجميع فاز بكل الشيء وقدر يكتسح كل المنافسين النهاردة بتتكلم على فرق الجرماهية لم يستطع أي فريق مصري في مواجهات سابقة أمام الإسماعيل المقولين والزمالك أنه يتجاوز جرماهية على ملعبه كانت حتى الأهداف المستقبلة والمسجلة سابعة جرماهية أربعة الفرق المصري الأهل النهاردة بيعادل عدد الأهداف بيفوز المرة الأولى على فريق كيني على أرضه الأهل بيحقق فريق جرماهية على أرضه والأهل كسب Kraft قبل كده فرق كينية على الأرضها وبحقق مارسل كولر الفوزل التامن خارج الأرض بثلاثية تم مباراة خارج الأرض بثلاثية وأخيرا فأل حسن على جماهير الكرة المصري meer والأهلة تتكلم على أن الأهل يفاز على فرق كينية على الأرض. هل لعب ست مباريات خارج الأرض في ملاعب كينية. فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين. في المرتين اللي تكسب فيهم النادي الأهلي كانت في نسخة 2006 وتوجي الأهلي باللقب. المبارات تانية نسخة 2013 وتوجي الأهلي باللقب. فبعد الفوز التالت في الأراضي الكينية. لعل يكون فقال الخير هو يتوجي الأهلي باللقب. كلام جميل. أو برمت. ما يبيننا بنتكلم على الأهلي النهار. وحمل اللقب. فهو طبيعي كحزوز. الطبيعي هو أقرب طبعاً. ماشي.